موسيقى اهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين توزين لهب طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن مقالة روكستار الثانية واللي فيها تكلمت عن الاشياء الجديدة اللي رح تنزل لنا مع التحديث الجاي طبعا روكستار اطلقت مقالة الاسبوع اللي راح وتكلمت فيها عن مجموعة كبيرة من الاشياء اللي رح تجينا مع تحديثنا الجاي واليوم نزلت مقالة ثانية وجديدة وفيها تكلمت عن مجموعة كبيرة ومجموعة ضخمة من الاشياء الرهيبة اللي رح تفف لنا مع التحديث الجاي فتعالوا سويا نشوف هذه المقالة فيلا نخش في المقطع اول شي روكستار افتتحت المقالة بموعد التحديث وقالت انه رح يكون في 26 فبراير تحديدا يوم الثلاثاء القادم بعد خمسة ايام تقريبا وقالت انه التحديث رح يضيف العديد من الفعاليات للسيرفر والمزيد من اطوار الشو داون وايضا رح تكون في مجموعة من السباقات الجديدة واضافوا انه التحديث رح يضيف بعض الاسلحة الجديدة وبعض الملابس الفخمة واللهبية اضافة الى مجموعة من الايموتس او الحركات كل شي جديد في جديد رح يجينا مع التحديث الجاي واضافوا ايضا انه في بعض الاصلاحات والتعديلات العامة للعبة وايضا قالوا انه الفارمينت رايفل رح يضعف زي ما اتفقنا في المقالة اللي راحت صراحة شي رهيب جدا من روكستار انها تفاعلت مع اللاعبين لانه في مجموعة كبيرة جدا من مجتمع رددر ديمشين تو كانوا يعني يشتكون من الفارمينت رايفل واللي كان جدا قوي ومر او بي وانا احد هذول الاشخاص قروشوا اهلنا بالفارمينت رايفل فشي رهيب انه رح يضعف وايضا قالوا انه اسبوعيا رح تجينا اشياء جديدة وفعاليات ودبل اكس بي وتخفيضات معينة على اشياء معينة يعني مثلا في احد الاسابيع رح تجينا اشياء جديدة من ناحية ملابس وشي كذا اسبوع ثاني مثلا والله رح تجينا دبل اكس بي على مثلا صيد الحيوانات دبل اكس بي على المهمات المعينة او ممكن في احد الاسابيع تجينا تخفيضات مثلا على الملابس او الاسلحة او الاحصنة فهمتوا كيف طيب خلونا نخش في التفاصيل اول شي اعلنوا عنه هي فعالية سيرفر اسمها فولز جيم واللي ما يعرف فعاليات السيرفر بكل بساطة هي فعاليات للسيرفر كامل عشان تخش هذه الفعاليات لازم تجيك دعوة بنفسجية لفعالية معينة ولما تجيك هذه الدعوة انت رح تخش عليها وبكذا رح تكون مشارك في فعالية السيرفر المعينة ففعالية الفولز جيم رح تكون بنفس الطريقة عشان تخشها لازم تجيك دعوة ولونها بنفسجي طيب خلونا نرجع للفولز جيم روكستار شرحت الفعالية انهم رح يجمعون اللاعبين في مكان معين وفي هذا المكان رح يكون فيه لبس مدرع واحد وهذا اللبس المدرع يعني رح يزيد هلثك ويقويك ويقوي طاقتك واول شخص رح ياخذ المدرع رح يظهر في الخريطة وعلى المشاركين واللاعبين انهم يقتلون هذا الشخص اذا كانوا يبغون يصيرون المدرعين يعني مثلا انت شخص والله خشيت الفعالية وتبغى تصير المدرع وفي مدرع حالي لازم تقتل هذا المدرع عشان انت تصير مكانه وتصير المدرع الجديد واتوقع ان الفوز رح يكون لما تكتل اكبر عدد من اللاعبين باللبس المدرع يعني مثلا تبغى تفوز البس اللبس المدرع واكتل اكبر عدد من اللاعبين مثلا اذا قتلت انت ستة والشخص اللي تحتك قتل مثلا اربعة اذا انت الفايدز رح يعطونك مبلغ معين ورح يعطونك اكس بي زي اللهب صراحة فعالية رهيبة جدا وجدا متحمس اني لعبها الفعالية الثانية رح تكون فعالية صيد الاسماك بكل بساطة مجموعة من الاشخاص رح يتنافسون على مين يصيد اكبر عدد من الاسماك اللي لها قيمة عالية طبعا روكستار قالت انها رح توفر جميع عدوات الصيد من السنارة والاطعمة وغيرها يعني اذا انت شخص والله ما عندك السنارة والاطعمة فروكستار رح توفرها لك من الالف للياء واتوقع اثناء التحدي ما رح يكون في احد يقتل او حاجة يعني رح يكون تحدي شريف واللي يصيد اكبر عدد من الاسماك هو الفايد صراحة شي رهيب وفعالية جدا جدا اسطورية الشي الثاني اللي تكلموا عنه انه رح تجينا ثلاثة اطوار جديدة للشوداون او زي ما يسميها البعض الدثماتش واثماءها رح تكون كالتالي أبن سموك وسبويل زوفور وبلندر وروكستار اعطتنا تلميحة بسيطة لأحد الاطوار وقالت انه رح يكون مجموعة من اللاعبين او الفرق رح يتنافسون على شنطة معينة والفرقة اللي تاخذ هذه الشنطة رح تكون مهمتها التالية انها توصلها لمكان معين ويتحاربون اللاعبين على هذه الشنطة ومين يوصلها لهذه المكان المعين عرفتوا كيف؟ صراحة انا جدا جدا احب اطوار الشوداون والثلاثة الاطوار الجاية شكلها جدا رهيبة وزي اللهب متحمس جدا جدا لأطوار الشوداون وايضا قالوا انه رح يجينا سباق جديد بحلة جديدة وشكل جديد وشرح السباق انه ما رح يكون سباق عادي يعني اوصل للنهاية ورح تكون انت الفائز لا قالوا انه في السباق رح تكون فيه تارغيتس او هذه الدائرة الحمرة واللي عليك انك تطلق هذه الدائرة الحمرة بالرصاص عشان تكسب نقاط والشخص اللي يجيب اكبر عدد من النقاط من هذه الدائرة رح يكون هو الفائز حتى لو كان الاخير في السباق يعني في هذا السباق مو لازم فقط تكون سريع عشان تفوز لازم ايضا تكون دقيق وتجيب اكبر عدد من النقاط من البوزاي او اللي هو التارغيتس او الدائرة الحمرة زي ما يعرفها خليك دقيق وخليك سريع عشان تفوز فيها يا ذكي الشي اللي بعده روكستار قالتس انه فيه اسلحة جديدة رح تجي لنا مع التحديث الجاي واول سلاح رح يكون الرير شوتغن بكل بساطة هذا السلاح كان موجود في السنجل بلاير واتوقع فيه نسبة كبيرة جدا منكم يعرف هذا السلاح بكل بساطة دبل بارل لكن فيله يعني نكشات وحركات تخليه افخم طبعا الرير شوتغن اقوى نوعا ما من الدبل بارل العادي فاذا كنت شخص تبغى تشتري شوتغن فالرير شوتغن رح يكون مناسب جدا لك والسلاح الثاني اللي انا جدا جدا متحمس له هو بندقية الايفنز اول هو الايفنز ريبيتر طبعا روكستار قالت عن السلاح انه يحتوي على طلقات كثيرة وجدا سريع يعني ممكن طلقاته رح تتراوح بين ال 16 الى ال 14 طلقة طبعا كل اسلحة الريبيتر الموجودة عندنا والبندقيات الموجودة عندنا طلقاتها تقريبا بين ال 6 طلقات الى ال 8 طلقات فريبيتر الايفنز رح يجينا ب 16 او 14 طلقة صراحة شي جدا جدا رهيب وجدا قوي وانا على طول راح اشتريه واتمنى اتمنى ما يكون مرة او بي ومرة قوي زي الفارمنت رايفل وايضا روكستار قالت انه رح تجينا ملابس جديدة يعني رح تجينا قبعات وجاكتات وجنزات وتشيرتات وغيرها من الملابس يعني رح تجينا اشياء جدا رهيبة وايضا اضافوا قالوا انه رح تجينا اغراض واشياء نادرة من اللي ابو تجي كم يوم وتختفي ولا رح ترجع ابدا يعني اوضح لكم اكثر زي سكن السكيلتن في فورتنايت جاءنا فترة وبعدين اختفى فلازم تاخذون بالكم وتاخذون هذه الاشياء النادرة طبعا كعادتهم روكستار يعاملون حقين البي اس 4 معاملة خاصة ومعاملة فخمة طبعا حقين البي اس 4 مع التحديث الجاي رح يجيهم سكين مجاني اللي هو الجو بون نايف طبعا هذه السكينة كانت موجودة في السنجل بلاير وبكل بساطة هي سكينة يعني فخمة جدا وفيها نكشات وحركات رهيبة طبعا احلم في الموضوع انها بلاش ذحين حقين الاكس بوكس رح يزعلون علينا ايضا ترى يا حقين الاكس بوكس رح يجيكم هذا السكين لكن اتوقع رح يجيكم بعد فترة معينة ممكن بعد شهر او شهرين او حاجة زي كذا زي ما صار لكم مع الحصان العربي الاحمر وسلاح الهاي رولر ريفولفر بعد ما نزل لي حقين السوني انتو نزل لكم بعد فترة معينة والشي الاخير اللي تكلموا عنه انه فيه 20% زيادة اكس بي على جميع ردد اونلاين من صيد حيوانات او مهمات او شوداون سيريس او غيرها من الاشياء يعني اذا كنت شخص تبحث انك تلفل وترفع لفلك فاخذ بالك ترى فيه 20% زيادة على جميع ردد اونلاين طيب خلوني اوضح لكم شي مهم جدا روكستار معروفة بشي اسمه الدريب فيتز ايش يعني الدريب فيتز صالح بكل بساطة يعني الاشياء اللي ذكرناها ممكن ما رح تنزل لنا كلها مع بعض في التحديث الجاي يعني رح تنزل على شكل دفعات او على شكل الدريب فيتز اوضح لكم اكثر يعني ممكن مع التحديث الجاي رح يجينا مثلا طور واحد للشوداون وفعالية واحدة وممكن سلاح واحد ومجموعة بسيطة من الاسلحة وايضا يعني ممكن نظام الباونتي ونظام البارلي يجونا مع التحديث الجاي لكن الاشياء الباقية اللي تكلمنا عنها رح تنزل على شكل دفعات او على شكل الدريب فيتز طبعا روكستار معروفة بهذا الشي وكانت تسويه يعني في جراند يعني دايما اي تحديث يكون فيه دريب فيتز او ينزل على شكل دفعات طبعا انا معني متأكد من الكلام مية بالمية لكن حبيت اوضح هذه النقطة عجل مستقبلا ما احد يعني يجي ويسأل ويقول وين الشيء المعين وين الشيء فلاني اللي تكلمت عنه فاذا ما نزلت الشيء معينة فاعرفوا انها على شكل دريب فيتز او ممكن روكستار تستبعد الدريب فيتز في هذا التحديث لانه يعني مجموعة كبيرة من مجتمع Red Dead Redemption 2 سحب على الاونلاين وانا صراحة اتمنى اتمنى انهم ما ينزلوننا اياها على شكل دريب فيتز وينزلون لنا كل التحديث مرة واحدة طيب شاركونا في خانة التعليقات اعراءكم عن الاشياء الجديدة اللي راح تنزل لنا مع التحديث الجاي وايضا قلوا لنا هل تبغون بث اول ما ينزل التحديث او لا طيب ابقي وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم شكرا